السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم متابعين قناة معلومات وفنون. ان شاء الله النهاردة هنبين لكم المفرش اللي هو الوردة الطويل. باذن الله. قبل اي حاجة ان شاء الله نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. نسمي باسم الله. ويا ريت حبابي اللي يشوفنا ويعجب المفرش يعمل لنا يعجاب. ولما اشتراكش في القناة يعمل لنا اشتراك ويشفع على زر الجرس. اه بسم الله الرحمن الرحيم. الله ما صلى عليك يا رسول الله. اه المفرش النهاردة دوت بتاعنا ده مفرش عبارة عن كله عن غرزة سوداسية. المفرش ده انا ما شفتوش في اي اه على الفيديوهات. يعني اعتبر ده حصري على اليوتيوب لأول مرة. اه هو في صور منه كتير على الفيسبوك. اه لكن فيديوهات مصورة انا ما شفتش. فياريت اقدر انا ورد راح لكم الشكل دوت ويكون شرحي ليكم مفيد ان شاء الله. بص حيبي انا شرحي مبسط كده للفيديو اولا. اول حاجة ده. اول حاجة هنا هوا. دي الوردة اللي في النص دي. دي عبارة عن وحدات سوداسية. الوحدة السوداسية دي ست وحدات سوداسية. بنعمل ست وحدات سوداسية ونشبكها باللون الابيض ده. ونعمل القنار ليها داير ميدور بالابيض. وفيه هنا الوردات دي. الوردات برضو دي وحدات سوداسية. دي بنعمل منها عشر وحدات. العشر وحدات في خمسة الجنب ده وخمسة الجنب ده. وبعد بنشبك بينهم بشرايط سوداسية. ده طبعا بيبقى بالعدد. وبنشبكهم. وان شاء الله بازن الله. هنعمل معيكوا واحدة واحدة الكلام دوت في فيديو او اتنين. انا مصورهم. بس احبيت الاول اشترح لكم المنظر وتشوفوا شكله. وتقول لي رأيكم ايه. وبازن الله نكون شغلنا عجبكم. وتدعموا القناة بتاعتنا انها لست عن قناة جديدة. بس يارب تكون قناة مميزة. وتعجبكم. والمفرش ده يعجبكم. لان هو بصراحة يعني عمل ما هو هو شغل كشغل ما بياخدش مجهود. بس هو المجهود فعلا ان انا كنت واخدها من صورة. وفي حاجات كتيرة في العدد اتلغبطت معايا. لان هو بالذات الوحدة تجي ده المفارش. لو في اي غرزة تعملت غلط. لو ماش باينا في ساعتها بنيجي واحنا بنشطب بنلاقي التشطيف. في حاجة غلط تعرف ان هو بنفك كله من اقوله جيد. لكن باذن الله انا هوريكم العدد هنشتغلوا بالعدد مزبوط والغرزة مزبوطة. وباذن الله عجبكم وتنفزوه. وهو جميل جدا بتحط على مفرش. بص هو تحط على مفرش الانتري او الصالون. اه واخد المكان الترابيزة كلها. وممكن يتحط على على السفرة. وممكن هنا لو احنا كبرنا الوحدة دي. يعني الوحدة السوداسية في امكانات ان احنا نكبرها. لو كبرنا الوحدة دي. وزودنا لها قنار هنا من هنا. وكبرنا الوحدات دي. هوريكم برضو ازاي ممكن نكبر هنا هون. وكبرنا الطول ده كده شوية. ممكن ان احنا نعملوا مفرش اكبر من كده. ده ممكن يتعامل على سفرة. هيبقى جميل جدا. طبعا بتحط جنبيه هنا بمبونيرة او علبة مناديل ده بالنسبة للانتريهات. والسفرة. نحط جنبها فازة. اه اتنين شمعدين. اه الحاجات دي تجي منظر وبهجة للبيت جميلة جدا. وهو المفرش تحفة. يعني هو انا 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 شخصيا عجبني جدا. هو المفرش ده يعني انا عملته. مش نوية تصرف فيه بصراحة. يعني انا قلت ايه ده البيتي ده. ان هو فعلا هو في البيت تحفة فنية. ويا رب يكون حاز يعجبكم. وان شاء الله انا هنزل الفيديو الفيديوهات بتاعت الشرح قريب. بعد ما نزل الفيديو ده على طول. ويا رب يعجبكم. ويا رب تزودوننا الاعجابات. ولي شوف الفيديو يعجبه. وما كونش اشترك في القناة. يشترك. ومش هطول عليكم طبعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.